النهاردة فاركو بيفوز على الزمالك 3-0 على ملعب برج العرب في مباراة ونتيجة كبيرة جدا على الزمالك الأول لازم أبارك لفاركو ولازم أبارك لإقدارة فاركو ولازم أبارك للعيبة وفاركو وكابتن طرق العشري إنهم استغلوا الوضع اللي موجود جوانة الزمالك استغلوا أفضل استغلال فوز كبير على الزمالك 3-0 وفوز مستحق استغلال للفرص لعيبة فاركو لعيبة رجالة شغالين اشتغلوا بشكل كويس جدا كل الكوار مشتركة من أول دقيقة واخدنها الكوار الثانية حالة تركيز كبيرة جدا من فاركو مبروك لفاركو ومبروك لكابتر العشري عشان لازم ندي كل واحد حق أما الزمالك في حالة التشتيت اللي موجودة وعدم التركيز اللي موجودة بره الملعب انعكست على طول جواه الملعب زي ما قلتلكم اي حالة بيمر بيها فريق أو نادي بره الملعب مراية طول ملعب من أول ثانية مفيش تركيز في رد الزمالك أول ثانية من أول ثانية الكرة في نص الملعب عمر السيسي ميس باس الكرة بتترد بتطقطع الكرة بتيجي في رجل حسان عبد المجيد الرجل وهو بيباصي الكرة بيمينه رحت الكرة خبطة في بوز رجله الشمال رحت لشكري نجيب تاك جون واحد صفر زي ما انتم شايفين عدم تركيز عدم تركيز ممكن ترجع لي تاني يا سيد ياسر بعد اذن حالة عدم تركيز على لعبت الزمالك انتو كلكم عارفين اللي بيحصل في نات الزمالك الراجل فريرة مشي وبعد كده رجع تاني بين مدون المعاوني والكابتن قسامة نبيه قال انا ما عنديش مشكلة ان اشتغل مع الراجل طالما ان ان المعاونين مش موجودين وهم كانوا سبب المشكلة وطالما ان انا هبقى لها دول رئيسي في الجهاز وهكون الراجل يعني هشارك في اتخاذ القرار وانا لما الموضوع ده حصل انا اول واحد قلتلكم ان دي خناقة شرط جزائي ولكن تأكدت من جوة الزمالك من جوة نات الزمالك ان الراجل فعلا عايز يرجع ويشتغل لوحده عايز يرجع ويشتغل لوحده ف الكلام ده كله كلام جميل والراجل عايز يبقى اتعرض عليه ان هو يبقى مستشار فني وقال لا انا مقدرش عايش بره الملعب لازم جوة الملعب ده كله كلام كويس ولكن انا تخيلت انا تخيلت ان فريرة في عودته وفي رضته ان هو هيكون اه اه او يستغل خبراته في ان هو ازاي يتعامل مع الموقف ازاي يتعامل مع الموقف انا النهاردة شفت مشهد المشهد ده انا في رأيي هو اللي قربك لعبت الزمالك احنا كلنا متعودين ان في الزمالك وفريرة موجود ان هو اللي دايما وقف على الخط وهو اللي بيدير ودايما هو كل مدرب ليه اسلوبه فيه مدربين بيفضلوا ان المساعد بتاعهم الاسستم بتاعهم هو اللي بيقف على الخط فترة يعني معظم اوقات المباراة وفيه مدربين زي فريرة ناس بتقولك لا انا لازم انا صوتي دايما هو اللي واصل والتعليمات انا اللي بقولها وانا اللي قرب ملعب وده الطريقة اللي هو بيأبروتش او بيخش بيها المباراة ان هو وقف على الخط موجود مع اللعيبة كأنه اللعيب نمر 12 معاهم ده اسلوب فريرة وده اسلوب مدربين كتير مسلوب مدربين كتير فالنهاردة فريرة في رجوعه اختار ان هو انه اسامة نبيه هو اللي بوافع الخطه هو يقعد وده في رأي زي ما انتو حضراتكو شايفين ده في رأي وصل رسالة للعيبة ان في حاجة مش مصبوطة الراجل راجع تاني بشكل مختلف وانا كنت شايف ان كان لازم طالما ان فريرة خد قرار ونادي الزمالك خد قرار ان فريرة هيرجع يشتغل مدير فني واسامة هيكون اسستنت معاها اسامة نبيه يبقى كان لازم ان فريرة يرجع بالقالب بتاعه الاصلي اللي اللعيبة عرفاه عنه علشان ما يبقاش فيه قيلة وقال ومين زي ما انت شايفين اهو هنا هنا اهو فريرة هو اللي واقف يدي تعليمات وكل حاجة الناحة التانية اسامة نبيه هو اللي واقف وفريرة قاعد ده كلام في رأيي مش مظبوط كان لازم ان فريرة يرجع بنفس قوته ونفس شخصيته انا راجع مرة تانية اقام من غير المساعدين بتوع وتمت اقالتي ورجعت تاني لكن راجع انا فريرة انا فريرة اللي خدت بيكو الدوري الرسالة دي ما وصلتش للاعيبه النهاردة وهو ده المطاب اللي واقع فيه نادي الزمالك ماشي فريرة ماشي فريرة راجع من غير مساعدية وسامة نبيه قبل ان هو يشتغل معاه كان امرة اتنين كل الكلام ده كلام ما فيوش مشكلة بالنسبالي كلام كلام طبعا يعني مش صح ولكن حصل خلاص امر واقع حصل لكن النهاردة فريرة بقى كان لازم يرجع انا الريس انا مدير الفني انا الانتشارج ويبتدي ان هو يشتغل ويدي تعليمات للناس اللي حواليه ويدي تعليمات لقسامة قدام اللعيبة عشان اللعيبة ما تبقاش ايه عندها حلم من التشتيت ماينفعش انت دلوقتي يبقى فيش كوك عند اللعيبة من الريس فريرة ولا اقسامة ما اخلي بالكم ان قسامة نبيه ماتش فيوتشور اللي فات هو كان المدير الفني وخلاص تم الاعلان عنه ان هو المدير الفني وبعد كيف فريرة رجع الرجع كان لازم يرجع انا الريس انا الواقف على الخط انا فريرة انا المدير الفني رجعت اه من غير المساعدين بتوعي بس انا ما زلت الريس الحتة اللي حصلت دي نقسامة نبيه هو اللي واقف وفريرة قاعد انا في رأي ان هي اربكة اللعيبة اربكة اللعيبة خلت اللعيبة لعيب الكرة الله مين اللي شغال معنا وانت حاجة من الاتنين يا اما تبقى انت شارج يعني انت المسؤول يا اما انت برا قول بقى انت فريرة كان ماشي انا جماعة المطشري اللي جايين دول وسامنا به اللي عيدرهم وانا هعطف المدرج وهبقى مشرف عليهم عشان انا محتاج وقت ان انا رجع تاني انما المشهد اللي انتوا شايفينه قدامنا ده ده مشهد مش مظبوط مش مظبوط ليه لو في الحالة الطبيعية واللعيبة واخدة ان فريرة هو اللي قاعد والاسيستم بتاعه اللي دايما وقف تمام انما اللي حصل انا بقولكو اربك اللي عيبة النهاردة ده نمرة واحد